الوزارة في محاولة سازجة جدا قامت بيها قنوات معينة بتعادي مصر طبعا طول الوقت وبتحاول تخلق فتنة من ابناء المجتمع المتميز بترابطه ومحبته لبعضهم البعض من خلال ترديد كلام عن دور العبادة في مصر واستخدمت فيه كلامها تصريحات مجتزئة لأحد الأساق فقال قبل ظهور قانون بناء الكنائس القانون كان وضع فيه شروط البناء الكنائس وقال بالتأكيد مش منها التعدي على الأراضي بأي شكل الكنيسة قالت ان الدولة وقفة على مسافة واحدة من الكل في مسألة التعدي على الأراضي ومفيش فوارق فيه التعامل ما بين دور العبادة في مصر سواء الكنائس أو المساجد واكدت ان ما فيش كنيسة مقامة على أرض مملوكة للدولة الا اللي خصصتها الدولة لبناء الكنيسة ووفقا للقانون في المدن الجديدة وحتى على الأراضي الموجودة بالفعل القانون الكذبة دي تكلمت كمان عن أراضي زراعية ضمت ليه كردون المباني عشان يتعمل عليها كنائس وهي أملاك كمان خاصة لبعض الأشخاص ومش ملك للدولة حتى الكنائس الموجودة ضمن الكتلة السكانية طلب التقنين أو ضحها مع قانون رقم 80 لسنة 2016 وإن ما فيش كنيسة أثبتت في مصر إنها تتعدى القانون أو على بعض الأراضي المخالفة لقانونه سواء ملكية خاصة أو سواء ملكية الدولة محاولات سخيفة حقيقة ومش تأثر وطول عمرها محاولة الفتنة بين المسحيين وبين المسلمين ما بتجيبش أي مرضود ومجتمع كمان بقى شايف ده قوي يعني أعتقد لسه شغالين في السخافة دي وأعتقد المجتمع كمان حريص على وحدته على تمسكه على تسامحه كمان وتسامحه ما بين المسحيين وبين المسلمين يتفرجت الصلاح على الفيديو مبارح وبين أو إنه مكتزأ وبين أو فرق التوقيتات وبين أو إن فيه اجتزاء لكلام أحد الأسقفة طبعا المحترمين ولكن بنحب نوضح أول بأول في صواح الورد إنه نقول لحضراتكم أنا عارف إن حضراتكم عارفين وإنه زي أنا ما قلت كده سازجة قوي وقديمة قوي ولكن بنشرح لحضراتكم برضو وفي كمان بيان طلع من الكنيسة عشان توضع